أعلن مدرب بلجيكا الإسباني روبيرتو مارتينيز استقالته من منصبه إثر خروج فريقه بلجيكا مبكراً من الدور الأول لكأس العالم بعد الخصار أمام المغرب في الجولة الثانية من الدور الأول كان منتخب بلجيكا يحتاج الفوز من أجل الاستمرار في المونديال لكنه تعادل مع منتخب كرواتيا بدون أهداف وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة قال الإسباني مارتينيز الذي تسلم تدريب الشياطين الحمر عام 2016 قادهم إلى نصف نهاية مونديال 2018 إن هذه المباراة كانت مباراة الأخيرة مع المنتخب حان الوقت كي أتنحى وقبل ذلك بيومين كان قد صرح بأن خصارته أمام المغرب كانت قاسية جداً ويصعب تجاوزها